مرحبا بكم يا البنات فوصفات رشيدة العمري على اليوتيوب لا تنسوا التشجيل بالضغط على المربع الأحمر سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس يوم ان شاء الله سوف نعمل لكم العجينة مورقة كنسبق لي وحضرتها سوف تجدون الكثير من الفيديوهات عندي في القناة من بعد ما توجدوها يمكن لكم تحضروا بها اما الفولوفون او البيتزات او اللي يريدون لكم الاختيار او الشكل يجعلون هذا من بعد ما توجدوها وانتو لا تشكلوا على حسب الدوق ديالكم بقوم مع الطريقة ومقادر فورجة ممتعة هنا كنحتاجون 4 معلقة الزيت وكنحتاجون الخل المحلقة كبيرة شوية الملح وكنحتاجون المال كافي لغاية جنة هاد الجينة وكنحتاجون 500 جرام ديال الدقيق هذو هما المقادر والمكوينة هنا يسبق لي وحملت الملح وعملت زيت عادية وشوية ملح وكتعملوا شوية الخل يعني معلقة كبيرة من بعد كتتتخلطوا هاد المكوينة جيدا غا تخلطوهم بالماء اللي كيكون بارد وتخلوا يعني كتجمعوا العجينة حتى كتجمع لكم وكتجمعوها وكتخلوها جانبا ترتاح واحد شوية من بعد كنمروا كي نوريكم تتم هذا الفيديو يعني هاد العجينة هذي ساهلة وفي المتناول يعني ما كتاخدش الوقت بززف وضغية كتوجد سوف نتركها بجانبا جانبا ترتاح ومن بعد ان شاء الله هو نطلقها بعد مرتحة العجينة سوف نأخذ شوية دقيق ونأخذ الزبدة انا عندي 250 جرام الزبدة ونعملها في المجمد حتى تقصح حتى تعاوني في الخدمة وما تعدبني العجينة المورقة إذا كان نجو ساخن حتى بالنسبة لك أن نجو بارد هو بنفس الطريقة حتى لا تعدبوش من بعد كننأخذها هذي عنديها مجمدة ومن بعد كننحكها حتى نكملها كاملة انا هنا عملت قنص الكيمية وانتوما لكم الاختيار ممكن لكم تضاعفو من بعد يمكن لكم تخدموها ومن بعد تخشوها في الفريقو تلوقيتها اللي تبغيها تجبدوها هنا من بعد محكوية الزبدة كننأخذها وكلوها في حالها بكاية من بعد غنستعن بشوية دقيق باش ما تتلسقش لي العجينة ومن بعد نأخذها ونطلقها هنا غادي ناخد المدلك من بعد غادي نطلقها مزيان باش نوريكم كيفاش تورقوها صراحة يعني ساهلة وما فيها شذك دخلت اللاجة خرجوها تسنة وبللاتي هذي المهم يعني في ضغيات توجد غادي نستمر في حالها غادي نطلق العجينة في حالها كما كتشوفوا في الفيديو من بعد غادي ناخدها وان شاء الله نطلقها معكم هنا كما كتشوفوا نساليتها هنا غادي ناخدها ونزيد عليها الطرف الثاني وعلى حالها وكاية من بعد غادي ناخدها وغادي نستعن بشوية دقيق من بعد نطلق العجينة نطلقها على الطول حتى تطلق لي ومن بعد كلوها يعني وهكذا تعتقد لها وأن تكون غادينا ساعة وفي المتناول ونتيجها لها مضمنة وكتخرج مزيدة من بعد كما كتشوفوا غادي نطلقها على الطول من بعد غادي ناخدها وغادي نطلقها هذه العجينة تلقيت تلقية ثالثة سوف تكون لدي العجينة جاهزة يمكنكم إضافة الرابعة سوف نكمل سوف نطلق هذه العجينة سوف نقطعها لكي نطلق توراق من الداخل تعتمدها في وصفاتكم سوف تعملوا بها في بيزات سوف نقوم بها سوف نطلق هذه وجدات سوف نطلقها لكم لكي نقطعها من الداخل سوف نقطعها سهلة سوف نقطعها هنا كما يبدو تعتمدها وتعملها في أي حاجة لا تنسوا الدعم لا تنسوا البرتج مع الأصدقاء لكي تعمل الفائدة لا تتسجلوا في القناة سوف نقوم بها ونقوم بها هذه هي العجينة المورقة التي تقوم بها في القناة ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها تعتمدها المهم هذا الشيء الذي عملت وإن شاء الله تردع لي الخبار شكرا على المتابعة شكرا على دعمكم شكرا على أسيقكم في القناة دائما تفرحوني ون شاء الله لدي حسن الضم كانت معكم وصفات رشيد العماري شكرا على المشاهدة والمتابعة إلى فيديو قادم بحول الله خليتكم في رعاية الرحمن مع السلام شكرا على المشاهدة مع السلام شكرا على المشاهدة بالإعادة شكرا على المشاهدة